اشتركوا في القناة ليه سمينها فنون بلاد ما بين النهرين ليه سموها كده الفن المصري اسمه الفن المصري القديم الفن البدائي اسمه الفن البدائي هتلاقي الفنون الوحيدة اللي تسمى بالجمع فنون بلاد ما بين النهرين والفنون الاسلامي طب ليه فنون بلاد ما بين النهرين بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق والعراق زي ما احنا عارفين قامت فيها مجموعة من الحضرات مش حضرات واحدة متصلة قامت فيها الحضارة البابلية والحضارة الأشورية والحضارة السومارية وكان فيها برضو جزء من الحضارة الساسانية مجموعة حضارات مختلفة قامت في أرض العراء أرض العراء كانت محاطة بالعديد من القوى الإقليمية اللي كانت بتحيط بيها من قديم الأزل هذه القوى الإقليمية ما كانتش بتدي فرصة لحضارة واحدة إنها تستمر كانت بتقوم فيها مجموعة من الممالك هذه الممالك كانت بتتحارب فيما بينها يعني إيه حضارة تنتهي وتقوم مكانها حضارة أخرى بخلاف الحضارة المصرية القديمة اللي عاشت فترة طويلة جدا جدا مصرية خالصة نظرا لأن كان لها حدود طبيعية بتحميها البحرين من الجزء الشرقي والجزء الشمالي من مصر والصحراء من الجزء الغربي المصر وجزء فيه صحراء وفيه مجموعة سلاسل الجبال كانت بتحمي مصر فهنا ده الفرق اللي خلى مصر حضارتها ممتدة شوية وحضارات بلاد ما بين النهرين كانت أكتر من حضارة هنتكلم ده على السياق ده بالتفصيل في نشأة حضارة بلاد ما بين النهرين نشأة حضارة بلاد ما بين النهرين قامت ما بين نهرين نهري دجلة والفراط كان طبعا مصرح لحضارة عريقة البعض بيقول إنها كانت قبل قيام الحضارات المصرية القديمة ولكن هذا الكلام غير صحيح لأن هذه البلاد أغلبها سواء كانت بلاد ما بين النهرين أو الحضارة الإغريقية أو الحضارة الرومانية خدوا مننا إحنا كمصريين وقلدونا حتى في يعني العناصر الزخوفية حتى في المعبودات اللي كانوا بيعبدوها في الوقت ده كانت لو بصنا على الخريطة هجرات الشعوب السامية نحو بلاد الرافدين الرافدين اللي هي بلاد ما بين النهرين الخريطة دي كانت بتوضح لنا إيه هي انتقلوا منين انتقلوا من جزيرة العرب اللي هم الشعوب السامية لغاية ما وصلوا لمنطقة كنعان والمنطقة اللي هي قامت فيها حضارة بلاد ما بين النهرين طب كان في عوامل مؤسرة في قيام هذه الحضارة أو عوامل أثارت في فنون بلاد ما بين النهرين آه عندي مؤسرات جرافية عندي مؤسرات جيلوجية عندي مؤسرات مناخية وتاريخية وعندي مؤسرات دينية واجتماعية طيب المؤسرات الجرافية طبعا يعني هي أقدم حضارة في هذه المنطقة من قارة أسيا ماشي لأن طبعا في حضارة الهند حضارة عريقة برضو وحضارة الصين حضارة عريقة لكن أقدم حضارة في هذه المنطقة من قارة أسيا كانت حضارة بلاد ما بين النهرين نهري نجلة والفراط طبعا الفيضانات كانت بتعرض لها السهول دي كانت خطر على سكان بلاد ما بين النهرين وعلى المحاصيل الزراعية بتاعتهم دفعهم حب البقاء إلى تنظيم عمليات الري والصرف وتنظيم عمليات الري والصرف ده كان بيساعد على الاستقرار وبيساعد على قيام حضارة وأيضا إذا قامت حضارة لابد أن يقوم فن المؤسرات الجيولوجية لو تجاوزنا تلال ومرتفعات أسيا السورة هنلاقي سهل يمتد إلى الخليج العربي وكل خير شهدت فيه المنشآت المعمرية بالطوب اللبن المجفف أو المحروق في أمائن الطوب ومبنيها تميزت بأنها كانت مكسية بطبقة يا إما من الألباستر أو الحجر الجيري أو تربيع الخزف الإشاني كان فيه مؤسرات مناخية بلاد ما بين النهرين كانت طبعا يعني إحنا لو يعني بصينا كده ليه تاريخ العالم تاريخ العالم قامت فيه يعني كان فيه عصر جليدي العصر جليدي ده انصهر الجليد أو داب الجليد فاللي حصل عندنا إن بقى فيه عندنا طفان كبير جدا غرق الأرض كلها بعد هذا الطفان وبعد من حصل هذا الطفان في عصر سيدنا نوح إيه계 اللي جرى؟ اللي جرى أن بقى فيه عندي العصر الطيني العصر الطيني ده هو اللي قامت عليه الجماعات اللي هي أولاد سيدنا نوح بعديها وقامت وتفرقت في الارض جزء بقى يعني أولاد سام كانوا فيه منطقة العرب وأوروبا وجزء منهم كان فيه الهند وجزء تاني كان موجود فيه اللي هو أولاد يافس اللي كانوا موجودين فيه التورك أو الجزء اللي فيه الصين والمنطقة بتاعة شرق أسيا وجزء تاني اللي هو جزء حامل اللي جاء استوطن قارت قارت العالم القديم قارت إفريقيا وإحنا مصريين يقال إن إحنا ما بين الساميين والحاميين لأنهم جزء من مصري كان فيه ساميين وجزء من مصري كان فيه حاميين وحصل تزاوج ما بين أولاد سام وأولاد حام وخرج اللي هو الجنس اللي هو المصري القديم بتاعنا طيب ده فيه الجزء بتاع اللي هو العصر الطيني كانت الأرض مليانة مستنقعات وهذه المستنقعات كانت بتكون يعني مناخ جيد جدا الحشرات والتعبين وبعض اللي هي الحيوانات زي التمسيح والكلام ده فكان ده يعني نشأ عنه جو غير صحي جو غير صحي عشان كده الجماعة في بلاد ما بين النهرين عملوا ايه ابتكروا المصاطب الكبرى لتشهيد الأحياء السكنية والقصور والأسواق فوقها ولكن أشور دولة أشور كانت أقرب إلى المرتفعات وبعيدة عن مصاب الأنهار فقدوا يعني أدى ذلك إنهم شيدوا يعني معابد وحاجات بالحجارة طيب هنشوف عملوا ايه عشان يعملوا المصاطب الكبرى دي بنوا يعني جدران من الطوب وردموا فيما بينها عشان يبنوا المدم بتاعتهم فوق الردم ده عشان كده كانوا بيعملوا مصاطب كبرى لو احنا لاحظنا حجم إنسان قد ايه يرفعوا الجزئية دي كلها ويردموا عشان لما النهر يفيد ما يعني ما يبوص المباني بتاعتهم ويعني تسبب فيه مشكلات اقتصادية وفقد أرواح يعني المؤسرات الدينية والاجتماعية عفوا سادة عقيدة تعدد الآلهة والأصنام فيه أشور وبابل وكان عندهم معبودات محلية وأرباب مختلفة واعتبروا الكهنة خزنة الحكمة الكهنة اللي هم كانوا طبعا بيتعاملوا بالسحر يعني اللي هو كان موجود في بابل القديمة وكان عندهم القدرة على استطلاع النجوم واتخذوا من الأبراج سكنا لهم وهكذا تأثر الفن بالدين وخضع له المجتمع أيضا المؤسرات التاريخية بينقسم التاريخ الفني في بلاد ما بين النهرين إلى أكتر من عصر زي ما قلنا في الأول السوماري والأكادي والأشوري والكلداني والفرسي والإخميني والسساني دي مجموعة حضرات بلاد ما بين النهرين ولكن احنا مش هنتكلم عليهم هنتكلم علي أهم حضرات فيهم طبعا البابلية أهم العناصر الزخرفية اللي ميزت فنون بلاد ما بين النهرين فنون بلاد ما بين النهرين احنا لو لاحظنا العنصر الزخرفي دي يشبه عندنا قرص الشمس المجنح يعني لو مساحنا المعبود بتاعهم اللي هو أشور ومساحنا الجزء اللي موجود تحت اللي هو بيمثل الديل الطائر ومساحنا الجزئية دي هنلاقي ان ده قرص الشمس المجنح المصري اللي هم يعني خدوه مننا نيجي نتكلم عليها على أهم العناصر باستفادة كان عندي العناصر النباتية العناصر النباتية خدت من الفن المصري القدين أشكال ظهور اللوتس والبردي ظهرت اللوتس والبردي والأنتيمون والروزيتة ظهرت بعض الاختلافات البسيطة اللي نقدر ان احنا من خلالها نميز اذا كان ده لوتس مصري ولا لوتس أشوري أو بابيلي زي زيادة بروز النقوش لان هم كانوا يعني بيشتغلوا به السلصال وبالطين كتير فكانوا بيجسموا النقوش بتاعتهم فكانت النقوش بتاعتهم برزة احنا كتير قوي اشتغلنا بالرسم المسطح عمل ازدواج للخطوط وكانت العناصر النباتية بتاعتهم يعني تتسم بالصرامة والقوة وابتكروا ظهرة وشجرة الهوم او شجرة الحياة دي كانت حاجة خاصة بيهم وهنشوفها شكلها ايه لو احنا بصينا هنا هنلاقي في عندنا اللوتس اللوتس ده مش مصري يا جماعة اللوتس ده اللوتس بتاع بلاد ما بين النهرين اللاحظ انه هو توقع من اللوتس المصري الا ان الخطوط الخارجية الاوتلاين بتاعته مزدوجة حتى سواء كان في الظهرة المفتوحة او في البرعم بتاعها هنلاحظ ظهرة الانتيمون بتاعتهم برضو تشبه ظهرة الانتيمون المصري بتاعتنا كانت مبسطة عن كده ودي خطوطها ايه مزدوجة هنلاحظ الرزيتة الرزيتة او الزهيرة اللي هي يعني تيه حاجة كده تشبه عباد الشمس عندنا اللي هو الجزء في النص وتحيطه اوراق الزهرة تمام دي الزهور اللي هي الزهور اللي هم اخدوها من الفن المصري القديم وبرضو لو لاحظنا ان زهرة الهوم التي تمثل رأس شجرة الحياة عندهم هي عبارة عن زهرة الانتيمون وطالع منها البراعم بتاعتها وهنشوف شجرة الحياة في الرمزيات بتاعتهم باذن الله فدي يعني دي اللي هي العناصر النباتية بتاعتهم هللاحظ هنا في الفيديو ده شجرة الحياة بتاعتهم مجسمة وفيها فوق من هنا اللي هي زهرة الانتيمون وطالع منها فروع تانية لانتيمون صغير دي ميزة دي ما زهرتش فاي حضارة تانية غير حضارة بلاد ما بين النهرين وسميت شجرة الهوم او شجرة الحياة فيها زهرة الانتيمون ذات الخطوط المزدوجة والصارمة والفيها بروز لانه هم كانوا بيشتغلوا كتير جدا على النحت او على شغل التناط او الخزف اللي هي بتخش بعد كده افران ويتم حرقها العناصر الحيوانية واخدوا اشكال الحيوانات الرمزية والخرافية الاستورية برضو من الفن المصري القديم انا عايز اقول ونقدر نحن نقول ان الفن المصري القديم هو ابو الفنون في منطقة المنطقة العربية او ابو الفنون في منطقة الشرق ما يسمى بالشرق الاوسط انا بحب استخدم لفظ المنطقة العربية اكتر طيب كثير من سمات هذا الفن المصري القديم كان الفن المصري القديم خدوها من الفن المصري القديم هتلاقي عندهم اشكال مركبة من سود وفيران مجنحة وفي احيان كتير استبدلوا رؤوس هذه الحيوانات برؤوس الانسان او الطيور الكاسرة زي السقور والنصور وكثيرا ما ابتكروا اشكال خرافية لحيوانات تجمع ما بين رأس الانسان واجسام الحيوانات ومخالب ورسوم الحيوانات المفترسة وقد رشق في اجسامها الثهام والحرب هللاحظ هنا هذا الحيوان اللي هو يمثل الاسد الاسد بتاع بلاد ما بين النهرين او الاسد الاسيوي هللاحظ هذا الشكل يمثل السيران هللاحظ هذا الشكل المركب لحيوانات اللي هي خرافية عندهم هللاحظ هنا اللي هو المعبود او معبودهم اشور الذي له رأس انسان يرتدي تاج والشعر المنظم المجعد في خطوط منتظمة ويمثل هذا يعني يشبه كده ابو الهول عندنا هم يعني خادوا الفكرة من ابو الهول رأس الانسان يمثل الحكمة جناح الانسان يمثل ان هو يستطيع ان يصل الى اي مكان في الارض القديمة وجسم الفور يمثل القوة او قوة التحمل وهذا يمثل معبودهم اشور هللاحظ ايضا العناصر الهندسية العناصر الهندسية خذوا اغلب عناصرهم عن الفن المصري القديم واختلفوا عنها بانها كانت خطوطها مزدوجة وزاد بروس كبير ذي لو بصنا للرسومات الهندسية هتلاحظ منظر الدائرة اللي موجود فيه الروزيتا هتلاحظ المربعات والمعينات اللي موجودة فيه الذخارف اللي موجودة في النص هنا هتلاحظ الخطوط المستقيمة المائلة والخطوط القائمة والعمودية كل دي تمثل العناصر الزخرفية الهندسية في بلاد ما بين النهرين هتلاحظ برضو في عندهم العناصر الرمزية وعناصرهم الرمزية اتأثرت قوي بالرموز المصرية القديمة رسموا على سبيل المثال الشمس المجنحة بطريقة اختلف فيها اختلاف بسيط وتشابهت أيضا مع أشكال ورموز الآلهة المصرية وأضافت طابعها الخاص في رسم الدأن والشعر الكسيف المصفف على شكل التموجات منتظمة أو فصوص نص كراوية متجاورة بطريقة يعني أقرب لتجعيد الشعر الأكرت هنلاحظها هنا طبعا العنصر الرمزي بتاع قرص الشمس المجنح وأشور وهنلاحظ هنا فيه تمثال أشور اللي هي التجعيد بتاعة الدأن عبارة عن كور صغيرة من الشعر متجاورة بتمثل الشكل اللي احنا شايفينه والعيون الواسعة طيب ما هي السمات والخصائص الفنية التي ميزت عصور فنون بلاد ما بين النهري زي ما بنكرر بنقول إنها تأثرت بالفن المصري القديم والفنون المجاورة لها واندمجت كل هذه التأثيرات وعمل الطابع محلي مع البيئة وتأثيرات الدين والأساطير القديمة خرج عندهم مزيج من فن للمميزات بتاعته الخاصة أشهرها ظهرة وشجرة الهوم أو شجرة الحياة المقدسة التي ذكرناها منذ قليل وهنا شجرة الهوم بتأثيراتها المختلفة هللاحظ هنا إن شجرة الهوم زي ما قلنا فيها ظهرة الأنتيمون وخارج منها مجموعة من البراعن ماشي وفي النص فيه عمود من الأعمدة التي فيها يعني عناصر هندسية زي ما احنا شايفين كده فده شكل من أشجار شجرة الهوم الخاصة ببلاد ما بين النهرين وهنا شكل آخر من أشكال شجرة الهوم إن البراعن بتاعتها بدل ما هي براعن مقفولة فهي يعني زهيرات أخرى من زهيرات الأنتيمون التي تحيد بهذا الشكل يعني إن الشكل اللي على الجانب الأيصر شكل فيه زخارف غنية جدا وتفرعات من شجرة الأيه ألهم طيب كان فيه ألوان سائدة في بلاد ما بين النهرين أيوة استخدم الأشورين والبابليين نفس الألوان اللي استخدمها الفنان المصري القديم بالإضافة أن هم استخدموا درجات لونية جديدة من الأصفر والأخدر زي الأخدر الزيتي أو الزيتوني أو الزمرودي وبرضو استخدموا الدهب والفضة كألوان في اللوحة اللي جاية دي هنشوف مجموعة من الألوان التي استخدمها الفنان في بلاد ما بين النهرين هنلاحظ الألوان اللي هي درجات الألوان زادت عن الفن المصري القديم استخدموا الزيتي والزيتوني واستخدموا اللون الطوبي والأحمر بدرجاته والأحمر الماروني استخدموا ألوان كتيرة جدا اللون الأصفر الأكسيد اللي كان بيستخدم في فن مصري القديم بقى يعني مشبع أكتر بظهر تأثيرات إن هي الألوان بتاعتهم كانت الموف واللون اللي هو الوردي بدرجاته ظهر أوي جاليا في الألوان التي استخدمها الفنان في بلاد ما بين النهرين نيجي نتكلم على الفنون التاريخية لبلاد ما بين النهرين فنون التاريخية بلاد ما بين النهرين كان عندهم فن العمارة كان عندهم فن النحت عندهم فن التصوير والزخرفة وعندهم حرف وصناعات وفنون تطبيقية كثيرة أخرى فن العمارة العمارة عندهم معبد ميزهم أوي وهو معبد هرمي الشكل يسمى بالزاقورة وهللاحظ أن الزاقورة خد الشكل بتاعه من الأشكال الهرمية يعني هللاحظ أن الزاقورة يشبه أوي الهرم بتاع سقارة اللي هو هرم سقارة المدرج هللاحظ أنه فيه تشابه ما بين الأهرمات الخاصة بحضارات أمريكا الجنوبية زي حضارات اللي هي الأزاتيك والحضارات اللي هي فيها أهرمات برضو وده يدل على أن حصل تحركات من منطقة المنطقة العربية أو ما يتسمى بمنطقة الشرق الأوسط لمنطقة الأمريكتين فظهر عندهم أهرمات شبيه هنبص على الزاقورة الزاقورة خلال الحضارة الأشورية كان بيتكون من ثلاث طبقات ثلاث طبقات اللي هو اللي موجود في الوقت الحال ثلاث طبقات كل طبقة فيهم ارتفاعها حوالي 18 أدم بس مش مسمطة زي يعني هرم سقارة ولكن مفتوحة من أسفل ويمكن أن الناس يعني تتواجد فيها الطبقة اللي تحت كان دايما بيبقى فيها عامة الشعب وكل طبقة من الطبقات بيبقى موجود فيها حد بمرحلة طبقية أعلى في التسلسل الطبقي داخل بلاد ما بين النهرين طيب تطورت أشكال الزاقورات خلال الحضارة الأشورية وجد بجوار قصر الملك سرجون زاكورة أو معبض زاكورة بلغ طول قاعدته 143 يعني قدم من بكون من 3-4 طوابق لونت كل طبقة بنون مختلف بلغ ارتفاع كل طبقة زي ما احنا قلنا 18 قدم وبني في القديم من 7 أدوار يعني أو 7 طبقة كل طبقة بكون أزغر من تحتيها وبيعلوها من أعلى قدس الأخداس على ارتفاع 143 قدم بها طريق صاعد يبدأ من القاعدة حتى قمة واستخدمت قوالب الطوب اللبن في البناء وكسيت بالقرميد الملون واستخدمت بلطات من الخزف الملون بزخارف بارزة وكسيت الأرضيات بتاعتها ببلطات سميكة من الأحجار زي ما معمول بها المعابد المصرية القديمة بلطات سميكة من الأحجار لو بصينا دي صورة معبد الزكورة اللي هو موجود يعني في بلاد ما بين النهرين في بعض اللي هي الزكورة في بعض الأشكال موجودة منها أو موجود أجزاء منها في الوقت الحالي هللاحظ أن فيه طريق صاعد على طول ده بيستخدمه الملك والكاهن لغاية ما يوصله لقدس الأخداص فوق وفيه طريق تاني بيستخدمه الناس العاديين بيلف حوالين الزكورة لغاية ما يوصل لأعلى تمام؟ زي ما احنا شايفين دي الطبقات بتاعتها والأشكال الخاصة بمعبد الزكورة هللا عزناها تشبه الهرم المدرج أو هرم سقار هللاحظ أيضا عندهم بوابة عشتار أو بوابة بابل هذه البوابة من البوابات اللي هي مبنية بالطوب اللبن ومجسية أيضا بالقرميد الأزرق أو مجسية بيه اللي هو القشاني الأزرق اللي هو عليه أشكال الحيوانات الخرافية اللي كانت موجودة في بابل أو اللي هي كانت بيستستخدم في العناصر الحية أو العناصر الحيوانية الموجودة في بابل هللاحظ أيضا أن من مظاهر العمارة عندهم زي ما احنا شايفين كده اللي هو مظاهر العمارة الساسانية أو الفارسية وهللاحظ تأثير العمارة المصرية القديمة في اللي هي العمارة الفارسية اللي كانت حكمت في فترة من الفترات حضارة بلاد ما بين النهرين تشبه أوي المعابد المصرية القديمة ولكن استخدموا البوابات في سورة استطالة أكتر والأعمدة كان لها تجان مختلفة عن التجان المصرية القديمة اللي احنا قلناهم التلاتة دول بيميزوا ايه؟ بيميزوا فنون العمارة في بلاد ما بين النهرين يميزوا فنون العمارة في بلاد ما بين النهرين يعني احنا لو حبينا نتكلم عن فنون العمارة في بلاد ما بين النهرين لابد ان احنا نذكر معبد الزاكورة لابد ان احنا نذكر بوابة عشتار لابد ان احنا نذكر اللي هي الأعمدة والمعابد الساساني نيجي فن النحت فن النحت عندهم كانت المواد الأولية لفن النحت في بلاد ما بين النهرين القريبة من مناطق الجبال كانت من الألبسر أو المرمر التمثيل بتاعتها انحصرت في تمثيل الملوك والآلهة اللي هم كانوا أو الأصنام اللي كانوا يعبدوها وقد تأثرت بالأسلوب البابلي المتأثر أصلا بالأسلوب المصري القضي من حيث صلابة الكتلة وعدم وجود الفراغات واتصال الأزرع بالصدر والجانب والنظر إلى الأمام مع وجود الشارب طبعا الذي يميز تمثيل ويميز رسوم بلاد ما بين النهرين مع وجود الشارب والدأن والشعر المموج والملابس البابلية المميزة النحط في بلاد ما بين النهرين جمع ما بين فنين جمع ما بين فن النحط والنقش البارز كانت النقوش البرزة عندهم نقوش شديدة البروز جيدة التفريغ الخلفية أو الباكجراوند بتاعتها فبدلت على شكل تمثيل برزة من الجدران اتجسمت على هيئة كائنات بتحرص المكان ذات هيئات بشرية مجنحة وتيران وقصود مجنحة برؤوس بشرية ضخمة كانت أحيانا مزودة ببعض الأقراط المتدلية من الودن وبعض هذه الكائنات الضخمة كانت ذات أجسام حيوانية ورؤوس بشرية بخمس سيقان ديها خمس سيقان اتنين في الأمام وثلاثة في الخلف ده كان بيوحي بطابع يميز هذه الحضارة أو يميز الكائنات الخاصة بهذه الحضارة دي كانوا بيقلدوا فيها أبو الهون بطابع السبات والاستقرار لمن يشاهدها من الأمام ذيئة المثال أو النقش البارز وهو خليط ما بين النحت والنقش البارز لمعبودهم أشور اللي تم يعني هو مميز زي ما احنا شايفين كده مميز بيه اللي هو جسم الطور وجناح النسر ورأس الإيه الإنسان اللاحظ هنا برضو بعض مظاهر النحت القديمة لبلاد ما بين النهرين التي تمثل الملك حامرابي وهو يعني يعطي تعاليمه للي هم التابعين لي في بلاد ما بين النهرين وهنا رأس الملك قيل أنه رأس الملك علام وقيل أنه رأس الملك حامراب برضو هنا هنلاقي تمثال من الألباستر يميز بلاد ما بين النهرين ويميز برضو الزقن اللي هي اللي تحس إنها فيها تجعيد والعين المتسعة اللي هم كانوا بيعملوا العين المتسعة دليل على البصيرة وكان من مظاهر الجمال عندهم أن تكون عند الرجال أن الحاجب تكون متصلة ببعضيها بهذا الشكل هنلاحظ ده في أيضا في تمثال الملكي اللي موجود على اليسار التجعيد الخاصة بالدأن هنلاحظ العين المتسعة والتجعيد موجودة في الشعر والدأن وكان يميز الرجال الشعر المجعد عن النساء اللي هو شعرهم أنعم والعين المتسعة دليل البصيرة ونفاذ البصر هنلاقي برضو فن التصوير والزخرفة في بلاد ما بين النهرين والرسم الجداري عبر الفنان الأشوري أو فنان بلاد ما بين النهرين في الرسم الجداري عن كثير من الحياة الحربية والاجتماعية على اللوحات والجدران المكسوة بالخزف أو الأخشاب المصفحة بصفائح معدنية أو على الأختام وقواعد التماثيل والعروش تميز الفن الأشوري بإظهار زهو الانتصار والعظمة عند الملوك صوروا الملوك بتاعتهم وهم بيقودوا الجيوش ويتقبلوا خضوع زعماء خصومهم أو يفتكون ببعضهم أو يشهدون التعذيب والقتل كما صوروا أيضا أشور يشاركهم القتال ويصوب سهامه من قرصه المجنح ويصور الجنود والخيالة والفرسان والعربات الحربية ذات العجلات الغليزة التي يستقل لها إثنان وهم في ذلك أيضا وفي كل ما ذكرناه نجدهم متأسرين بمناظر القتال التي صورها المصريون القدماء خاصة في الأسرتين الأسرة التسعتاشر والأسرة العشرين تم تصوير الأشجار والجبال أيضا في فنون النقش وتصوير في بلاد ما بين النهرين بصور زخرفية تقليدية مفتعلة ما رعوش فيها التناسب بين مساحة المنظر وشارليه ثواء في الارتفاع أو المساحة وهنا هل نجد أنهم لدوا المصريين القدماء في أنهم مهتموش بالمنظور هللاحظ هنا صورة لأشور يعني يقاتل مع الجيوش بتاعتهم أو بيقتل حيوان أسطوري هللاحظ هنا أشور يصوب سهامه هللاحظ هنا يعني يعني لوحة من القشاني تمثل زي الفنون يعني زي كده يعني مقابر بني حسن عندنا خطوط متجاورة للفنون بتاعتهم تمثل حياة الاجتماعية يعني هللاحظ أن هنا قاعدين بيشربوا يعني أخداح ومسكين أخداح في إيديهم واللاحظ أن هم حتى قلدون شوية مصريين في أنه جعل الخدم بتاعتهم أقل حجما من الأسياد في هذا الشريط العلوي هللاحظ تحت اللي هي تشبه برضو يعني الجداريات المصرية القديمة والفلاحين وهم ماشيين بالحيوانات بتاعتهم للرعي وهو أيضا موجود ده الرعي والحصاد في الشريط الأسفل لهذه الجدارية المصنوعة من بلطات القشاني هللاحظ هنا أيضا العجلات الحربية والجنود وهم يستحبون الأسرة أمامهم واللي هي الأسلاب أو ما يسمى بغنائم الحرب في هذه اللوحة أيضا المعمولة من القشاني صورة للملك بتاعهم تمثل حكمة الملك وقوته وسيطرته على جميع الكائنات نيجي للحرف والفنون التطبيقية ترجع أهمية فنون وحيرة في بلاد ما بين النهرين إلى إمداد الفن البيزنطي والإسلامي بكثير من عناصره يعني فنون بلاد ما بين النهرين أغلبها هي اللي مدت الفن البيزنطي والفن الإسلامي بكثير من العناصر الزخوفية لأنها كانت أقرب حضارة موجودة للبيزنطيين والحضارة الرومانية واختبص الفنانون فيها والحرفيون في العهود الإسلامية كثيرا من عناصرها بصفة خاصة في الأسار اللي تم العصور عليها في العصر العباسي والعصر الفاطمي اتميزت حرف وفنون بلاد ما بين النهرين بالمصنوعات المعدنية والفضية المنقوشة التي وجدت داخل القصور أو خارجها وأيضا العملات المعدنية وكان عندهم برضو تفنن أن الساج الساساني بقى اللي هو يعني في العصور الأخيرة لبلاد ما بين النهرين في زخرافة منسوجاته بوحدات خرافية ورصها من الفنون السابق ولو رجعنا للصورة دي هنلاقيها بتمثل ملك من ملوك العصر الساساني بالملابس المميزة لها والتاج الذي يميز ملوك ساسان والعرش الخاص بيهم وقد يعني اللي بيلاحظ عندنا بعض اللي هي الأفلام التاريخية زي أفلام مثلا زي فيلم مثلا عنطر بن شداد هنلاحظ أنه هو لما جيه يقابل ملك ساسان ساسان كان بيرتدي تقريبا أذياء تشبه هذا الزي وتاج يشبه هذا التاج هنروح لابد لما نتكلم على بداية الصناعة يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في اختراع العجلة إلى بلاد ما بين النهرين العجلة كانت بداية الحضارة بصورة حقيقية لأن العجلة دي هي أول حاجة تسببت أن يبقى فيه عربيات تجورها الخيول فبقت عمليات النقل البري أكثر كسافة العربية يعني يقدر الحيوان أنه هو يشدها بما عليها من أسقال أكتر ما يقدر أنه هو يحط الأسقال دي في قي فهنا بدأت عمليات النقل تكون أكتر بدأت من العجلة دي يصنعوا التروس ولذلك في وقت معين من الحضارات صنعت بعض الحاجات التي تتمد على التروس التي جمعت مع بعضها وبدأت في بعض الحركات الميكانيكية الخفيفة أو بعض الاختراعات الميكانيكية البسيطة التي كانت أيضاً بيتم تحركها عن طريق الحبال أو عن طريق السلاسل الحديدية التي استخدمها الرومان فيما بعد في إنشاء العمائر بتاعتهم عن طريق أنه عندهم حاجات كده تشبه التي كانوا بيرفعوا بيها الحجارة لمناطق عالية فكان الفضل في ده بعد الله سبحانه وتعالى إلى اختراع العجلة إلى اختراع العجلة وهنا صورة تخيلية عن العجلة الحربية أو العجلة عموماً اللي هي أول ما استخدمت استخدمت في العمليات العسكرية وخدنا بقى إحنا منهم يا مصريين العجلة الحربية منهم بعد ما دخل عندنا الهكسوس مصر وقدرنا نحن يعني ناخد منهم هذه التقنية برضو من الحاجات اللي ميزت بلاد ما بين النهرين طبعاً اللغة المسمارية أو الخط المسماري اللي هو كان بيكتب زي الخط الهيروغليفي زي ما احنا شايفين كده بيكتب إما في خطوط عرضية أو أفقية أو بيكتب في خطوط طولي ولكن المصري القديم كان بينقش الجداريات بتاعته نقش على الحجار أو كان بيرسمها باللون على الجدران المعابد الداخلية أو جدران المقابر بتاعته ولكن في بلاد ما بين النهرين كان عندهم الموضوع مختلف الموضوع عندهم إن كان عندهم الكاتب في بلاد ما بين النهرين كان بيمشي معاي الكاتب بتاع بلاد ما بين النهرين كان بيمشي معاه قطع من الطين وبيمشي معانا الشابة تشبه ان الشابة اللي بنستخدمها احنا حاليا في الفطير ويبتدي ان هو يفرد قطعة الطين بتاعته ويشذبها من اطرافها ويبتدي بعد كده ان هو يعمل ايه؟ معاه حاجة كده زي الختم يبتدي ان هو يكتب بيه اللغة المصمرية اللي احنا شايفينها في اللوحة دي وعايز اقول لكم ان كانت بتكتب اللي عايز يبيع ارض اللي عايز يشتري بيت اللي عايز يشتري حيوان كان لابد ان يبقى فيه عقد يتكتب له العقد ده كان بيكتب بالطريقة دي يعني كان فيه كتبة هيكتب عقدي ما بينه ما بينه حد هشتري بيت او هشتري حاجة فهيعمل ايه؟ الكاتب ده هيجيب قطعة الطين دي ويكتب العقد بتاعه وبعد كده يحرقها وياخد الختم بتاعي وبتاعي ده هيشتري قبل ما يحرقها يختم به ويبقى عندي العقد بتاعي بهذا الشكل اللي احنا شايفينه من يعني ايه؟ الطين المحروق وكان فيه عملات بتصنع من هذا الطين واحد يقول لي طب ما هي سهل جدا ان العملات دي ان احنا نقلدها لا كانت العقوبة غليزة جدا كان الملك يأمر بقتل اللي هيزور العملة دي هو واهله يعني اذا سبت ذلك يعني هللاحظ هنا برضو كان عندهم من الصناعات صناعة مميزة جدا اللي هي الصناعات المعدنية زي ما انت شايفين زي ما احنا شايفين كده ده اناء اوعاء من الذهب هللاحظ التشكيلات الزخرفية اللي موجودة فيه بمهارة شديدة جدا 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 هللاحظ اشكال المسلس او الاشكال الخطوط المائلة اللي موجودة فيه اعلى هذا الاناء بيدل على مدى او براعة الشديدة اللي كانت موجودة عند فنان اللي بيصنع المعادن او عند الحرفي اللي بيصنع معادن في حضارة بلاد ما بين النهرين ايضا هذه الخوزة الحربية الملكية بتمثل يعني شكل براعة جديدة جدا انه شوف عامل يعني الودن بتكون فوق الودن بالزبط على اساس انه هو الجندي وهو لابس الخوزة الحربية يبقى سامع ما يدور حوله هللاحظ الزخرفة وشغل التقبيب والتفريغ وشغل ربسية وشغل الحفر اللي موجود فيه الخوزة المعدنية الحربية يعني تشرح او تظهر لنا براعة الفنان او الحرفي في صناعة المعادن في بلاد ما بين النهرين يعني النهاردة لابد ان احنا نتكلم على احنا خدنا ايه النهاردة بالتحديد خدنا في بلاد ما بين النهرين اتكلمنا الاول على الظواهر التي قدت الى ظهور الفنون في بلاد ما بين النهرين كان في منها ظواهر مناخية كان في منها ظواهر جيلوجية اجتماعية جرافية دينية وملكية هي دي اللي قدت الى ايه وجود فنون بلاد ما بين النهرين وقلنا ليه كانت بنسميها فنون بلاد ما بين النهرين وقلنا السبب في ده انها كانت عبارة عن مجموعة من الفنون التي ظهرت في مكان واحد ونظرا لان البلاد كانت يعني محاطة بالعديد من الحضارات اللي كانت كل شوية بتتحارب فيما بينها فتقوى دولة على دولة اخرى وبالتالي ما استمرتش حضارة منهم اكتر حضارة فيهم استمرت فترة متصلة كانت حضارة عاشت حوالي خمسمائة سنة قلنا ليه الناس دي شيدت في مبين نهرين دجلة والفراط ليه شيدوا المدن بتاعتهم على مصطب عادية مش هقول المباني لا شيدوا المدن ليه لان نهرين دجلة والفراط كانوا دايما نهرين سائرين نهرين على طول الفيضانات بتاعتهم كثيرة ومتعددة وهذه الفيضانات كانت بتؤدي ان الناس دي مش قادرة تعيش في المكان بالصورة دي ففيجوا في وقت ما فيش فيضانات فيبنوا يعني ارض ويعلوا الارض ويردموا هذه الارض ويبنوا المدن بتاعتهم فوق ما يسمى بالمصاطب نظرا لكثرة الفيضانات طيب ليه الناس دي الحضارة بتاعتهم كانت حضارة ايمة على الطين لان نظرا لان هذه الحضارة كانت في منطقة بلاد مبين نهرين وهذه منطقة ذاخرة في دلتة بلاد مبين نهرين ذاخرة بالطينات اللي كانوا بيستخدموها في صناعة الطوب اللابن اللي بيبنوا به او صناعة الطوب المحروق اللي هما برضو بيبنوا به أو صناعة بلطات الخزف والقشاني اللي هم كانوا بيزينوا بيها معابدهم وبيزينوا بيها مساكنهم من الخارج وشفنا الظواهر المعمارية في العمارة الخاصة ببلاد مبين النهرين وتمثلت في معبد الزكورة وفي بوابة عشتار وفي المعابد الساساني لاحظنا أيضا تأثر العناصر الزكورفية لبلاد مبين النهرين بالفن المصري القديم لاحظنا بالفعل أنهم خذوا العناصر النباتية بتاعتهم كلها من الفن المصري القديم خذوا ظهرة اللوتس وخذوا ظهرة الأنتيمون وخذوا ظهرة الأروزيت عملوا فيها ايه؟ عملوا ازدواج للخطوط يعني ظهرة اللوتس كانت خط واحد الأوتلاين بتاعها خط واحد هو الأوتلاين بتاعها كان خطين مزدواجين وفخموا فيه الشكل خذوا في العناصر النباتية بتاعتهم ظهرت الأنتيمون وعملوا لهم حاجة جديدة بتميزهم قوي لمن بيتسقل عليها في الامتحان ما هي العنصر النباتي الرمزي الذي يميز بلاد ما بين النهرين من غير ما نفكر هنقول شجرة الهوم أو شجرة الحياة التي تتكون من ظهرة الأنتيمون التي يخرج منها زهيرات صغيرة من الأنتيمون أو براعم الأنتيمون المقفولة لو اتكلمنا على العناصر الحية أو الحيوانية في بلاد ما بين النهرين هنلاحظ أن هم الألهة بتاعتهم خدوها من الألهة المصرية أو الألهة المصرية القديمة وحوروها وتقريبا كانت لها نفس المواصفات مع فرق الشكل اللي ميز اللي هو العناصر الحية من الأدميين في بلاد ما بين النهرين ميزهم إيه؟ ميزهم التجاعيد الدقن الكسة الكفيفة اللي فيها تجاعيد منتظمة عبارة عن خطوط متجاورة من التموجات أو عبارة عن كور صغيرة من الشعيرات المتجاورة اللي هي بتشكل مظهر الذقنة وتشكل مظهر الشعر اللي أحيانا كان بيبقى مجدول اللي خدوا منه بعد كده في بعض الحضرات هذه الجدلة من الشعر اللي كانت بتميز زينة الرجال هللاحظ أيضا أن هم كان عندهم حاجات معينة في الملبس في النحط بتاعهم ما كانش النحط بتاعهم زي النحط المصري القديم يعني كان فيه تشابه ولكن كان فيه حاجة مختلفة المصري القديم كان بيرسم العضلة زي الأشكال المصرية القديمة الحالية حتى عندنا تلاقي المصريين عضلاتهم برزة ولكن مش مشراخة يعني مش متشرحة لا هو يعني فنان بلاد ما بين النهرين عمل عملية تشريح للعضلة اللي كان بيستخدمها في النحط في بلاد ما بين النهرين أيضا يعني اتكلمنا على العناصر الرمزية واتكلمنا على الفنون والصناعات الخاصة ببلاد ما بين النهرين يعني أرجو أن احنا نكون النهاردة استفدنا من الحلقة دي وبإذن الله تعالى كل الحاجات اللي وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته